السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ان شاء الله النهاردة معينا طريقة الجليش بالبسترمة حشواته كتيرة جدا بس النهاردة انا هعمله بالبسترمة ان شاء الله هيكون سهل وبسيط بس قبل ما ابتدي في المأدير ريارية اللسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد معينا يلا بينا على المأدير اول حاجة هيكون معي اللفة الجليش والصينية اللي انا هعمل فيها والمادة الدهنية اللي انا هشتغل بيها اذا كانت بقى زدة مسيحيها او سامنة مسيحيها او زيد المتوافر معيك في البيت اعملي بيه مفيش مشكلة هاد هنا الصينية كلها والجوانب بالمادة الدهنية بتاعتي وابتدي افرد طبقات الجليش عليه هحاول اساويهم وما فيش مشكلة لو في حاجة متقطعة مش هتبين خالص اه في ممكن اه تدهني ما بين كل طبقة وطبقة اه بس انا بفضل ان انا ادهن ما بين كل تلت او اربع طبقات بصراحة بتديني طعم خفيف جداً ومش حاسة ان انا دهن حاجات كتير قوي اجربيها ان انت تدهني كل اربع طبقات هتلاقيه خفيف جداً معيك هبتدي ان انا حط الحسو بتاعي انا هعمل اه نصف حامي ونصف عادي فالناحية اللي فيها الحامي هحط الفلفل والطماطم طبعاً الحشو ده على هواكي ومزاجك ده برحتك خالص تزويدي تنقصي اه كل واحد ومزاجه حطيت الفلفل والطماطم اه هحط البسترمة بتاعتي ممكن تحطي حشوات كتيرة جداً ممكن تحطيها جبن بس اه في ريخ اه صدق اه او صجج مش مشكلة وفي النهاية خالص الجبنة المتزرلة او مجموعة جبن ممكن ترشي رشة ملح اه زعتر برحتك خالص هبتدي اعمل نفس الخطوات اللي بدأت بيها ان انا هحط برضو الجليش وحط عليه المادة الدهنية على قد الطبقات اللي عملتها تحت نفس العدد هيكون اه من فوق الحشو عشان يبقى متساوي كله مع بعضه اخلي ايدي سريعة لان الجليش يعني بينشف على طول هبتدي اه اشيل باقي الجليش اللي انا مش هستخدمه ولفه كويس جداً عشان ما ينشفش معي اه اخر طبقة اه هحط عليها المادة الدهنية ولو فيها الزيادة ولا حاجة هتنيها من تحت لاخر طبقة في السنية تمام كده هبتدي ان انا اه اقسمها بالسكينة اه على حسب الحجم اللي انت عايزين مربعات اه اه يعني هقسمها بقى بالطول وبالعرض قنا بالطلة اشتركوه تمام بالشكل ده. طريقة دي طلعت خفيفة جدا. مش هتحس ان انت بتاكلي حاجة تقيلة. انا محطتش زتون جوه الحشو فهحطه من فوق كده اللي عايز ياكله في ناس مش بتحبه فكده اسهل ان هو يبقى باين او ظاهر من فوق الصينية. وممكن تحطيه في الحشو من الداخل هيبقى طعمه جميل جدا. بس لو تحط في الحشو يبقى انا كده مش هحتاج ان انا رش ملح ولا اي حاجة هستكفى بالحضوية بتاعت الزتون. اه تمام كده انا خلصت على كل مربع حطيت اه نص الزتونة. في نهاية خالص هحط كبية لبن. مش هحط بيت ولا اي حاجة خالص. طريقة دي جميلة جدا وخفيفة. هو لبن وبس. لبن وملح وفلفل. بس كده. هبتدي ان انا اوزع اللبن بحيس ان كل الاماكن تتشربه. كويس جدا وبعدين ادخله اه الفرن. مش هيقعد كتير. وبمجرد ما يخرج من الفرن. اه ارش عليها يعني مية بسيطة كده. واغطيها خمس دقايق وقدمها. طرية. والطبقة اللي من فوق كريسبي وجميلة جدا. وخفيفة. ما خدش معنا وقت. انا جربت اللي بالبيد واللي من غير بيت. بصراحة من غيره اخف بكتير جدا. ياريت يكون اه اعرف توصل لكم الطريقة يعني بطريقة سهلة. واتمنى ان هي تعجبكم. ولو عجبكم ياريت تعملولي لايك. اه للفيديو. وتجربوها وتقولولي رأيكم. من غير بيت عاملت ازاي? اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله. واشوفكم على خير. اسبكم مع الصور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.